السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في الدرس السابق اتكلمنا عن اللي هو صلاحية السوبر يوزر وقلنا أن الروت أو السوبر يوزر عنده صلاحية أن يسوي كل شيء عندنا في السيستم صح ولا لا وأثناء الحديث قلنا أن اللينكس أبنته هو زي كثير من اللغات آسف من أنظمة تشغيل الخاصة باللينكس يعطل الآن دخول على الروت وقلنا أن كذا أنت بغى تنفذ أي أمر بصلاحية الروت ممكن تستخدم أمر ثاني اللي هو نسميه السودو أو سويتش يوزر دو بمعنى هالكلام أني أنا أبغى أنفذ أمر تحت أو بصبغة الروت فقط الآن حاليا فراح ينفذ لي الأمر بصبغة الروت لكنه ما راح ينفذ اللي هو أو ينتقل إلى الروت وش الفرق بينهم الاثنين لما أنا أكتب الاسيو خلنا نفترض أن نظام التشغيل الموجود عندنا يدعم الآن النقطة هذه اللي هو الاسيو أو سويتش يوزر لو أقعد يوم كامل وأنا قاعد أشتغل على السيستم كل الأوامر راح تنفذ بصيغة اللي هو الروت تمام لكن لو جيت واستخدمت سودو ننفذ الأمر ثم بعد شوي لاحظة معينة ثم لو جيت أبغى أن ننفذ مثلا الأمر هنا وش راح يقول يقول لك دخل باسورد أو مالك صلاحية لازم تجي ترجع تسوي مرة ثاني سودو بمعنى أنك أنت الأوامر اللي تحتاج إلى صلاحية معينة ممكن أن نحن ننفذها ولازم في كل مرة يتأكد هل أنت تنفذها بصلاحية روت أو لا فهذا أكيد دائما يعطيني السودو يعطيني إمكانية على الحماية على السيستم بشكل أكبر أفضل من الاسيو لأنه زي ما قلنا الاسيو خطيرة أي خطأ تسوي يأثر على السيستم حقك كله بالكامل تمام فهنا يقول لك الاسيو راح ينفذ لك هي على جميع الكوماندز اللي عندك أما السودو راح يقول لك على سيلكتف أكس كوماندز يعني بشكل خلينا نقول مباشر أو بشكل مهوب دائم يعني تمام خلينا الآن نيجي نشوف العمليات اللي موجودة خلينا نسوي مثال بسيط لو جيت أنا وكتبت هنا shut down أبطف النظام شو شو يقول لك هنا fail to call shut down authentication required معناه أني لا بد يكون اليوزر عندي فأنا ممكن أقول سودو shut down بيطلب مني الباسورد لو دخلت الباسورد خلاص الآن بيبدأ يسوي العدادات الخاصة بالي هو إغلاق النظام وراح يطفي النظام بشكل مباشر تمام النقطة المهمة جدا أن إحنا زي ما قلنا بعض الأوامر تطلب صلاحية الروت دائما اللينكس راح يعطينا صلاحية نحنا ننفذها باستخدام الأمر سودو بعد أن نكتب اسم الكوماند اللي احنا نبغى ننفذ عليه العملية تمام هذا اللي هو الصلاحيات اللي موجودة عندنا في اللي هو السودو طيب هل فيه إعدادات معينة مثلا أو شيء افتراضي موجود في عندنا بعض الأحيان يكون في عندنا منف إعدادات اسمه السودرش خلينا نقول هنا نيجي ونشوف كات اي تي سي لاحظ طفل نظام التشغيل لأنه كان ينظف جميع الأشياء بحيث أن يكون فيه إغلاق لنظام التشغيل بشكل كامل خلينا ندخل الآن عن نظام التشغيل مرة ثانية ونشغله ونرجع نشوف المهم عندي أنا هنا الآن أن عندي فيه ملف اسمه سودرش إذا وجد راح يقول لك الكوماند المتعلقة بكل يوزر وهل مقبول له أو خلنا نقول مسموح أن يسويها أو غير مسموح أن يسويها فهذا اللي هو الفرق بين استخدام السودو وبين الاسيو كوماند في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة Education Life Made Easy